ويستمر التأثير السلبي حول العالم بسبب تدعيات جائحة كورونا. ولكن آسيا التي كانت تشهد وطيرة نمو متفوق. وخاصة عندما نتحدث عن الصين التي كانت تستهدف نمو بحدود 7 إلى 8%. إلى تراجع هذا النمو إلى حدود الـ 2%. البنك الدولي يرجح أن تمر المنطقة الآسيوية وتحديدا أكبر الدول في شرق آسيا. بأكبر موجة كماش لها منذ خمسين عاما. بل ستضيف جائحة كورونا إلى خطوط الفقر أكثر من 38 مليون نسمة. نتحدث عن هذه القراءة وتوقعات البنك. وخاصة أنه يجد أن وطيرة النمو فقط ستشهد ارتفاع وازدهار. بفعل تأثير الصين على هذه القائمة من الدول الآسوية. وستكون بـ 0.9% وهي الأسوأ منذ عام 1967. الصين تنمو بنحو 2%. طبعا السبب يعود إلى كثير من التغيرات الأخيرة. على رأسها نمو الصادرات في الصين. الإنفاق الحكومي والذي ربما كان قد ساعد. ولكن الذي حد من النمو الأكثر في الصين. هو الطلب المحلي. الذي ما يزال مكبوت. وإن كان قد ظهر في القراءات الأخيرة. على مؤشر أسعار المستهلكين. عندما نتحدث عن منطقة شرق آسيا. والمحيط الهادي. ستمر بإنكماش بنحو 3.6%. لا ننسى أن هذه الدول تحديدا ينعشها الاقتصاد. هي من الدول المرغوبة سياحيا في مواسم معينة. والتراجع كان واضح لدينا في موسم السياحة لهذا العام. ناهيكم عن التجارة التي قننت بسبب جائحة كورونا. الارتفاع سيكون بمعدلات الفقر. هنا لا نتحدث حتى تحت خط الفقر. وإنما البوفيرتي بشكل عام ستسجل لدينا ارتفاعات. خط الفقر في آسيا بحسب البنك الدولي. هو أجر يومي بين خمسة إلى خمسة ونصف دولار. ما تحت خط الفقر تقدر الدراسات بحدود دولار وتسعة وستين سنت أو تسعة وتسعين سنت. إذن سيدخل بحسب البنك الدولي في هذه الدول قرابة من ثلاثة وثلاثين إلى ثمانية وثلاثين مليون شخص إلى خط الفقر. وهو أول زيادة سنوية في نحو عشرين عاما. عدد سكان آسيا ليس بالقليل. هي تشكل أكثر من ثلاثين عدد سكان العالم. نحن نتحدث عن نحو خمس مليارات نسمة. وعندما تتقسم هذه النسبة على هذا التعداد الذي سيمر بضائق مالية. فبالتأكيد الطلب العالمي سيتأثر من جمهة الدول الآسيوية. كيف تفاعلت مع تبعات الجائحة؟ بعض منها لجأ إلى اقتراض محلي. البعض إلى شراء الأصول من قبل المركزي. الاقتراض الخارجي. استخدام الأصول السيادية وطرق أخرى. لكن الصين بقيت معتمدة على الاقتراض المحلي بشكل أكبر. لديها مقارنة أيضا باستخدام الأصول السيادية. يعني تحرك حكومي إضافة إلى محلي. ولكن استغنت عن الأساليب الأخرى. أستطيع أن أذكر أيضا ماليزيا. التي كانت لديها الاقتراض المحلي. هو الذي لجأت إليه بشكل أكبر. وتوجهت برامج الدعم الحكومي في الدول الآسيوية. على شكل إنفاق إضافي على الدعم أو دعم البرامج الصحية. وأوجه إنفاق أخرى كانت بتقديم أيضا قروض وضمانات. ولكن التي كانت رائدة. ربما هي ليست الدول المعتادة. تايلند كانت على القائمة. الصين جاءت في المرتبة ربما الرابعة. ماليزيا وحتى أندونيسيا كانت من زمرة هذه الدول في أسيا. التي استطاعت الدولة أو الحكومة أن تلتفت إلى برامج. من أجل تحديد إطار الخسائر من جائحة كورونا.